قد يسأل سائل ما أهمية العادات والتقاليد هل لها أهمية ونحن الآن في القرن الحادي والعشرين ونحن في العصر الرقمي والعصر الالكتروني وغيرها من الجوانب المختلفة الجواب سأستعرضه من خلال مجموعة من العناصر المختلفة أولا العادات والتقاليد في مجملها تحمل في طياتها مجموعة من الفوائد والحكم التي توارثها الآباء عن الأجداد ونحن توارثناها عن الآباء وآباؤنا عن أجدادنا وأجدادنا عن أجداد أجدادنا وأسلافنا وهكذا ففيها حفظ للذكريات التي تبقى طويلا لتصبح حديثا شيئا في المستقبل وفي الاجتماعات العائلية وهذه العادات والتقاليد تقوّل روابط الأسرية بين أفراد المجتمع الواحد ولو أخذنا على سبيل المثال الكثير من العادات والتقاليد الموجودة مثل الاجتماع الأسري الذي يحدث في بعض الأسر في نهاية كل أسبوع أو الإفطار الجماعي في شهر رمضان المبارك أو غيرها من الجوانب والعادات التي تؤدي إلى تكاتف وتعاضد الأسرة فيما بينها وقس على ذلك المناسبات الرسمية سواء كانت وطنية أو دينية فهذه تؤدي إلى زيادة اللحمة الوطنية وإلى تقوية أواصر المحبة وتحقيق التكاتف والتعاضد والتعاون والتراحم بين أبناء الوطن الواحد وأبناء الولاية الواحدة والأسرة الواحدة كذلك من ضمن أهمية هذه العادات والتقاليد سد الفقوة بين الأجيال وقد يقول قائل أو يتساءل متساءل هل هناك فقوة بين الأجيال؟ نعم للأسف في بعض المجتمعات وقدت هذه الفقوة وكانت ظاهرة جدا وسبب وجود هذه الفقوة عدم وجود ترابط بين الأجيال في الموروثات والعادات والتقاليد فأصبح القيل الحديث يتنكر لكل ما هو موجود في الماضي من قيم وعادات وتقاليد ومثل وغيرها من الجوانب المختلفة لكن متى ما حفظنا على هذه العادات والتقاليد سيؤدي ذلك إلى تقسير تلك الفقوة وإلى عدم وجود تلك الفقوة بيننا نحن ومن سبقنا وبين أبنائنا وأحفادنا وما شابه ذلك خاصة في ظل الانفقار المعرفي والعولمة التي نشاهدها الآن والتي لم تغطي الجوانب التربوية أو الجوانب العلمية فحسب بل انتقلت إلى الجوانب الاجتماعية وانتقلت إلى الجوانب السياسية وانتقلت إلى غيرها من الجوانب المختلفة حتى أصبح العالم بأسره كما يشبهه البعض وكأن الدول تعيش في فندق وكل دولة في غرفة فبالتالي كل شخص يؤثر ويتأثر من غيره وهنا التأثير والتأثر دائما ما يكون من القوي إلى الضعيف ومثل ما ذكر ابن خلدون في مقدمته أن المغلوب دائما ما يكون مولعا بتقليد الغالب سواء في مأكله أو في ملبسه أو في غيره من الجوانب المختلفة كذلك من ضمن أهمية العادات والتقاليد في المجتمعات إنها تؤدي إلى الإحساس والانتماء للهوية الوطنية فعندما أشعر أنا بأن هذه العادات والتقاليد تربطني مع قاري مع أبناء ولايتي مع أبناء وطني فإن هذا يقسد الهوية الوطنية ويؤدي إلى الاهتمام بهذه الموروثات المختلفة سواء كانت موروثات مادية أو غير مادية وسنتحدث عنها لاحقا بمشيئة له كذلك من ضمن أهمية هذه العادات والتقاليد أنها تساعدنا في الحفاظ على التراث الحضاري الذي نتميز به ونحن لو رجعنا إلى الذاكرة إلى ما قبل السبعين ولو سألتم آباؤكم وأجدادكم ستجدون كثير من العادات والتقاليد البعض منها انتهى والبعض ما زال موجود إلى يومنا هذا فكوننا نتحدث عن هذه العادات والتقاليد الأصيلة وما تشكله من نقلة اجتماعية وما تشكله من دعائم حضارية في تكوين الشخصية العمانية التي تتميز بالأخلاق الرفيعة وبالسمت وبالقيم العالية فإن هذا يدعون إلى المحافظة على هذه الجوانب المختلفة كذلك أهمية هذه العادات والتقاليد أنها تعطينا نوع من التميز في الهوية فعندما أذهب أنا بالدشداش العمانية سواء في داخل أو خارق السلطنة تعطيني نوع من التميز في هويتي وعندما يذهب شخص من دولة أخرى بلباسه المحلي فيعطيه شيء يميزه عن غيره من خلال اعتزازه بهويته الوطنية فهذا التميز سواء من خلال الملبس أو من خلال اللغة أو من خلال العادات والتقاليد هو ما يميز هذا الشعب عن غيره من الشعوب المختلفة شكرا